أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله والله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم وددت ويوم أموت ويوم أبعث حيا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ويمسك السماء ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا في إذنه إن الله بالناس إن الله بالناس لرغوف رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكيف تكفرون بالله وكوتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إلي ترجعون فمن اتبع هدايا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا